تقول إنها عانت في حياتها بسبب مشكلة بينها وبين أخيها فهل يجوز لها وتضررت من ذلك هل يجوز لها أن تدعو عليه تقول حسبي الله ونعم الوكيل عليه حسبي الله ونعم الوكيل ليست دعاء على شخص إنما هو دعاء للنفس كثير من الناس عندما يقول حسبي الله ونعم الوكيل وتقول في مشكلة بينك تدعي عليه هذا ليس دعاء على أحد إنما هو دعاء للنفس أن الله يكفيك يكفيك بما شاء من دفع الضر الذي نزل بك إما بصرف الضر أو بإهلاك المضر أو غير ذلك فأنت لم تطلب أن يوقع الله بلاء في من اعتدى عليك بقولك حسبي الله ونعم الوكيل إنما طلبت منه الكفاية فإن قولك حسبي الله أي الله كافينا مما نكره ومما نخشى الضرر منه فهذا لا بأس به على وجه العمو أما ما يتعلق بأذية أخيها أنا أقول فمن عفى وأصلح فأجره على الله استعين بالله واعفي عنه استعين بالله واعفي عن أخيك وأمن الخير من الله فالله تعالى يقول فمن عفى وأصلح فأجره على الله بعض الناس يقول أصلح ما أدري هل أصلح يعني هذا قيد الأصل العفو الأصل العفو إلا أن يكون في العفو فسادا وإلا فالأصل أن يعفو الإنسان وحتى لو اشتبع عليها العفو وفيه مصلحة أو لا مصلحة فيه فالأصل أن يعفو الإنسان لأنه المغلب وهو الذي جاء الندب إليه في آياته كثيرة ونصوص عديدة